السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديجو صمدي هذا اليوم نقدم حلقة المهمة و مهمة بزاف وهي العلافة ديال الصغار الكثير ديال المربون إما محترفين إما مبتدئين يعانيهم هاد المشكيل أنه بحالة من سواسكة منين كنحطوا معهم الصغار ديالهم كيمشوا العلافات ديالهم و كيبقوا يكلوا من العلافات سموك يترى أن هاد الأمهات كيتضايقوا و كيبقوا يضربوا الصغار ديالهم أنا يا هدنهار هدنهار ان شاء الله نطرح عليكم واحد فكرة بسيطة اللي تقدروا تكتموها بوحدكم انتوما شوفوا هاد الشكل ديال هاد العلافة شحال مزيان انتوما انتوما مافيش بزاف ديال الإبسور انها يا غي واحد تقريبا نقول واحد خمسة سنتيمتر يعني أنه أنا غنوريكم هدا هو كي يكون منها انتوما لنفتح عليه لاحظوا أنه كي يكون بواحد طريقة وكي لاحظوا أنهم كي يبقوا يوسخوا فوق من الطاصة و الأكل ديالهم إلا كان بمصخ بحل بحناية و في هاد الجهانة كي نوحل العلافة أي ضور يجين و مع ذلك أنهم كي يوسخوا فيها و ما كي يبقوا ش الماكلة ديالهم كتقشع جون في حين أن هاد العلافة هنتوما ها بسيطة وساهلة هنتوما راني نفيكسيها في هاد الجهان غادي نوريكم طريقة كيفاش تخدموا مثل هاد العلافة من أشياء بسيطة اللي عندكم في الدار ديالكم هيا إما طويلة بهذا الشكل هنتوما هدي را طويلة بززاف على حساب هادو كي ينين العدد أكتر هنتوما لاحظوا أنه كي يكون منها بواحد طريقة مزيانة هنتوما ما كي طيحت حاجة و في نفس الوقت قدرت هال العلافة تعليوها بالدرجة اللي يبغيسوا يعني في هاد الكروشيات هادو لني مخليهم دم نوريكم الطريقة كيفاش أتعلوها بالدرجة اللي يبغيتوا إليكم الطريقة إن شاء الله إذا كيما كتشوفوا معايا هاد العلافة هي عبارة عن زنكة عادية غي السر ديالها هو الطي يعني هاد هاد الزنكة مشي ملابد أنكم غادي تشريوها أو غادي تآ يعني مقوحة الصعوبات في الطي ديالها هاني غا نوريكم الطريقة بسيطة كيفاش غادي شطووها أنتوما راها علافة مخيرة شوش حال في هادي بالنسبة للإسبوع ديالي هانتوما شوش حال يعني وهاد العلافات قدرت تعليوها في النيفو اللي يبغيتوا يعني في هاد هاد الكروشيات هادو من الجنب هنا هادو كتتعلقوها بطريقة سهلة كتتجو للكال كتتحطوها كب واحد طريقة وكتتتعلقوها إذا الأدوات اللي غادي نخدموها بسيطة أي طاس بحال هاد الشكل هذا إما ديال القطي ديال الحليب مثلا لكي السنس اللي كي يستعملوا الحليب أو أو هاد بحال البد هاد ديال فلومبو أو السباغة أي طاس كان عندكم حلض طريقة هاد الجزء هاد وگذيoun هاد غدي يناحيیدوه وهاد الزِنك هاته هِي هادي به هاد الطريقة هادي كتبلي طويله بحال هد الشكل هده أنتوما حل هاته رأى السباغات لما ندهلنا الإشارة رأى السباغة ديالіч يا تهي السباغة عاديه رأيك تكون حلاغة يعني انا حاولت اني نقطع هال الجزء هادا وثالجزء هادا بل pointing تحصلوه على هاد الزَنك هادي الأدوات التي ستخدمونها إما يكون لديكم مقص بحال هذه الأشجار أو مقص عادي غير لأنه يقطعها في الزنكة بحال هذا يقطعها غير شرمها بوحد شويل لأنها تقريباً غير طيب أو لما عنده حال هذا المقص ممكن أنه يخدم منشار يعني بحال هكا مثلاً ويخدم منشار الأدوات ستخدمون بمطرقة عادية وبانس عادي كما كان عندكم بانس وفي خشيبة بحال هذا الشكل هذا هذا باش تخدموها العملية دي لطيب العملية هي كالتالي هذه هي الزنكة اللي لديكم عليها غادي تشدو مثل هذا البانس أو منشار وغادي تخفو القياس ديال هنا غادي تقول مثلاً هنا كاينة نقولوا عشرة سنتيم غادي تحيدو جوز سنتيم من هنا و جوز سنتيم من هنا وكما شاءت مشيو بها كاملة غادي تشرموها أحد هنا يعني وهذه الشرمة قدي تكون تقريباً فيها واحد نقولو جوز سنتيم هكا صفي عندما كما يمكن تشوف جهر أخرى أو تاني من الطرف الآخر جوز سنتيم هكا وتحلوها أو تاني من الجانب الآخر جانب آخر كتحلو عتاني جوز سنتيم وهنايا جوز سنتيم وهنايا جوز سنتيم وهنايا بتخليو قد هناا قد هناا وماشي مشكلة للمقاييس مشي مشكلة كيناها الفقاد هي هنايا بدي تتجيو لهاد الجانب هنايا وغادي تخليوا واحد تجميلهم هكا وتقطعو بهذا الطريق وتقطعو هاد الشوية هادا هانتما هاكا تحيدو هاد المورسو هادا هانتما هناك تشوفوني كان الشاغل بحيرا فيي هادشي بحكم الخدمة ديالي ولكن انتما تقدروا تديروا منشار او اي اداة انتما نتقل اول شيها غير تتحيل واحد جوج المينيمترات وحداري عندكم من الجروح انا راني بحكم الخدمة ديالي راني ميكانيسيا كان نخدم هادشي يعني كيبالي سهل ولكن انتما حاولوا انكم تخدموا بحدار انتما تحيدوا واحد المورسو صغور اهنا هي يعني هنه سمودرنا انا باش مني غادي تجيروا العمل يذير طي قادي تجيكم قضية سهلة انتما انتما تحصلوا على بحال هاد الاجزاء هاك انا سمودروا سمودروا على الخشبة اللي لكم غادي تخدموها خشبة عادية او اي حاجة غادي تخدموها ومسوا بشي ميطراقه بحال هادي باش جيكم القضية سهلة سمودروا هتحطوها بحال هكا اولا غادي تعوجوا واحد شوية بعدها بحالة غادي تجي شوية دائرية لاحظوا ان اسمو القينا القينا هاد الشكل هادا هاد يراكت تكون وخاكت تعوجها بليد يعني تقدر تخدمو بها بواحد سلاسة ماشي تصعبوا دبا هنا هاد طي هادا اسمو غادي يوقع ان هاد هاد الطرف هاد الدخلاني هو اللي غا تعوجوه اللوي وغا تصدو عليه هاد الجوانب هادا انتو ما لاحظوا ان الشكل بدك يتساضح لكم وهاد المرسويات هادو تتنيهم هكا وهكا هكا في هاد طريقة تنيهم بمطرقة حاولوا انكم غير شوي هاد الشي ضغط هكا بدك شي بسيط ماشي شي حاجة صعيبة وهاد الطرف هادا هادا هو اللي غادي تنيوه به هاد طريقة وعلش غادي تنيوه لان هو باش غادي تصدو به هاد الطريقة هكا عنتو ما كدير هكا غادي تنيوه تصدو به باش ما يتحلش انه حالي لكم شكل ديال ريفي انكم ريفيتوا تشوفوا هاد طريقة كيفاش دايرة انتو ما كيوليه كأنه مجرد او مجور ديال الحيوانات انتو ما كدالك في جهة الاخرى ديما الواسط هو اللوول هكا من بعد تصدو عليه باش طريقة هكا تصدو منه ومنه انتو ما شتو كيفاش دايرة وغادي تطنيوه هكا وغادي تطنيوه هاد الشكل طريقة ساهلة و بسيطة بسيطة بزيطة بزيطة حصلنا على هاد الشكل بحلاكة انتو ما كيبال لكم تقريبا مكتامي فراش كيم بسيط 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 لها القاية انتو ما ولكن كيناو حد القادية هاد الشكل اللي درناه هنايا شوفوا هنايا هاد العلاقات اللي غدين علقو بهم كيفاش غدين احنا غادي تجيو اللي هنا هاد طريقة هاد حيدة الخشبة انتو ما غادي تجيو مثلا هنا و تجيو هنا و هاد يديرو واحد واحد شوية ديال هاد طريقة تقريبا تقريبا نقولو واحد واحد سنتيم ولا سنتيم و نص ولا اللي بغيتو هاد يغيع اللاقات ماشي شي حاجاتش لباش شكل راه مكتامي وهنا في مدرتوها يعني درتوها في الوسط ولا في الجنب ولا في مدرتوها هاد شوفوا لاحظوا معايا الناس مدربنا هنا هاد هاد طوما هاد طوما الجانب الاخر ها عود هاكا صافي يعني كتجي العلافة هي دينا نمثلها لكم هاكا مثلا هاد اول السلك نحنا السلك ديال الكاج هو هادا كتجي و قد تحط بهذه الطريقة يعني شوفوا كيفاش كتدير كتجي و قد تعلقوها بهذه الطريقة هاكا هاكا صافي كتبقى معلقة وهنا ايا تقدر تعمروها باش؟ يعني بالخفز ولا بسيكاليم ولا اللي كان هانتوما وهنايا هنايا هادي الاحسن ما تجيش هكا يعني باش يبقى و طيحوا لهذا شيء هنا يطنيو هالوحد شوية هكا 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 صافيوك تجيع اللافة كيجي الارنب و هادا متلا كيجي الارنب و كيحطوا الارجود ديال هاكا فيها كل منها و في نفس الوقت هي ما غديش تطيح ان هاكا هاها مع اللقاء وهنايا من الاحسن هاد هاد نيات هادو من يتكملوا تكيعوا اليوم بحال هكا باش تفيكسها اكثر هانتوما طريقة سهلة هانتوما ايه اللافة اخرى و الاطوال على حسب الزنكة هاد هاد القطيات بحال هاد الشكل هادا هاد حسب يعني الطول دياله مثلا هاد هاد راه قبض هادي هاد يراها كافية انه يكلوا فيها نقول واحد سستة الارنب مزيان و قدرتوا جوج منهم و ودرتوا واحدة فان انك يكون سلك طويل ديروا واحدة هنا و واحدة هنا صافي راه ديالك هاد الجوجرام كافيين تل 12 ارنب يعني راه مقدامين مئة بالمئة عندنا دي الحلقة ديالنا هاد نهار كنظرن انا الحلقة راه حصرية ان شاء الله لان انا خلقت ما بين الحرفة ديالي و تربية الارانب هادي يعني فكرة انا بغيت نبينها لكم انتم من قوة محل هادا ممكن انكم تصوبوا على اللافة بها طريقة جميلة انتم العلاقات ديالها هاما كما تشوفوا كتجي غير السرقة على اللقاء هكا كيجي الارنبية كل منها انتم طريقة بسيطة وراها بصفر ديرهم يعني خسون غير ادوات اللي غادي تخدموا بهم ولكن الزنكة ممكن انكم تجيبوها من القطيات ديال الحليب ولا ديال السباغة ولا اي قطي اذا اذا العلافة انها اي واجدة العلافة جميلة بوحد المنظر انيق هنتم كما تشوفوا بقوتي ديال السباغة ديال السباغة طي هنتم كما تشوفوا معمروا ما غدي تحل معمروا ما يتحل لانها انتم وخاء دير اللي يدرت ما غديش ما غديش يتحل هانا غدي نعلقها لهم وغديتشوفوا طريقة كيف يشكي كي يكلوا منها هنتم هنا هد سبا هاد السباغة لا تقدر تدركها فالنفو اللي بغيتو يعني اما هدا اما هدا لحسب الطول ديال العلاني ه veinsأككTop هاد النيفو هاده كيف يشوفوا تطريقة كيف سنعلقها تطريقة تقوبها لغياظ هنتم كتكيوع له egيت هاما همم ه汝م سمم غديندير هتنعمر هجه هم هم نجيج ه UV هانتم ثم ها تنحو لي انا غدي نعمر ها لهم با السيكالي ها تنحو ها تنحو هما غدي شوفوها شوفو تبارك الله وجاء كيشمشن فيها وهو كي يكون منها ثم تبارك الله يعني علاك هدي اول مرارة حصرية على الحلقة دي هذي راني فرحان بزاك باش نوريها لكم لانها بحقيقة كنت كنا لقيم صعوبات ومشاكل باش باش هانتوا ما كي يكون منها تبارك الله غاية قدوا ما غادي وصخ فيها موالوا الحمدولله هادها الطريقة هاد يراني فرحان فرحان بزاك لان انا وريتها لكم لان كنت عندي صعوبات كنت كن حطوهم مع الام ديالهم كانوا كيمشي وكيبقوا يأكلوا معها في العلافة ديالها وكيبقوا يأكلوا مزيان ولمشي ددت لهم غيطة اصب حلاكة وعمرتها لهم بالسيكالي كيبقوا يطلعوا فوق منها وكيبقوا يزبلو حشاكم وكيبقوا يضيعوا السيكالي اما بهالطريقة هادي انتوما طريقة اللي بغيتوا يعني انا اعني فرحان فرحان بزاك الحمدولله لان انا وصلت لكم هاد الفكرة هادي انتوما شوفهم بالجيهة اخرى انتوما علافة بسيطة وفعالة للغاية وكية كل منها الخمس انتوما شوفهم تقدر تعليوها تقدر تنزلوها على حسب العمر ديالهم انتوما انتوما اللافة بسيطان من السيفر ديالهم سيفر ديالهم انتوما سبق الله لهات قرام كي يأكلوا منها بكل سهولة ما يوسخوها موالو ونقيوها واحد شوية ورسلوها واحد شوية على حسب السبغة اللي فيها ولا هادي واي زنكة انكم راه خدامة ماشي بالضروري انها يكون في زنكة جديدة ولا نقية الا غير زنكة انه ولدتكم بطريقة ديالطي سهلا توجدوها في خمس دقائق اذا الحلقة ديالنا هي هذي ساندونا قناة جميلة نفرحان لان انا كان وصفكم مثل هذي المعلومات قناة جميلة وغادية ان شاء الله بدعم ديالكم الناس اللي يبغاوينين هضرب باللغة العربية انا كان كنظن ان هذا الفيديو هدا او خاي يشوفوغي بالحركات انه غادي يفهموا الميساغ اللي قبلهم كي تشدير ساندونا تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد وساندونا في زر جم الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله